حياكم الله مشاهدين الكرام مسعد الله وقاتكم بكل خير أهلا ومرحبا بكم في برنامج المؤشر نحييكم ونحن نتابع معكم ختام تداولاتنا على هذه الجلسة وذات السيولة في هذه الجلسة 37 مليون وأيضا قابلة للزيادة مع فترة المزاد ومن بعدها رغم تماسك أيضا الشركات القيادية والنشاط الواضح والارتفاعات التي حقتها أعيان وغيرها من الشركات التي انتقلت إلى السوق الأول وتابع التفاصيل كلها بصورتها الأشمل والأوضح مع الزميل عايد من استوديوهاتنا فيه بورصة الكويت تحييك الله أبو عبد الله مساء الخير راد مساء الخير مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم فعلا راد هي جلسة كانت إيجابية ولكن بإغفال المزاد تراجعت بقوة بفضل التراجعات والضغوط الحادة على الشركات القيادية كان الوطني مستقير تقريبا متراجع في السين أو ثلاثة تراجع بحدود تسع فلوس لاحظنا كذلك بيتك اللي كان اليوم نجم التداولات الجلسة الخامسة والساتسة التوالي هو بيتك هو مسيطر على حركة التداول لاحظنا بيتك بنشاط جدا إيجابي لاحظنا الغانم كذلك يتألق بصورة كبيرة جدا في هذه الجلسة لاحظنا عيان ترتد لاحظنا أكثر من شركة ارتدت لكن إغفال المزاد تخرب كل شيء على بعض الشركات بما أدى إلى تراجعها بقوة في نهاية الجلسة نرى معكم مشاهدي الكرام نرى سكرنا عن 37 مليون لكن الحين الشراء ما بعد المزاد حاليا الشراء ما بعد المزاد ارتفعنا حوالي 5 مليون فقط في إغفال المزاد لكن بعدها شفنا التذبذب الحاصلة على معظم الشركات وخاصة شركات السوق الأول وما أدى إلى تراجع لاحظة حاليا المشاهدين الكرام تجارية العقارية جدامي صفقات التجارية العقارية والشراء قوي جدا اليوم في شركات في السوق الأول ما تفاعلت أمس فاعلت يوم تجارية أمس صعود ثلاث فلوس واليوم صعود قوي جدا لتجارية العقارية مشاهدين الكرام تقريبا اليوم صعدة فلس فاصلة واحد عرزان ما تفعل تمسو يوم تفعلت بقوة أغفلت 123 رغم أنه كان أغفلت 124 لحظنا اليوم بيتك هو الأنشط كان 881 أثناء الجلسة قبل القفال لكن أغفلت على 879 بسبب الضغوط البيعي الحدث بقفال المزاد الوطني الذي كان حوالي 1910 أغفلت على دينار ومية تراجع بتسع فلوس لحظنا كذلك بنك الخليج المتراجع ب314 في هذه الجلسة مشاهدين الكرام بورقان استقر بعد أن كان متراجع إلى 227 بيتك بفلس صعود فيما ذكرنا بوبيان يستمر بالتراجعات الواضحة كثيرا الاستثمار في السين استثمارات الوطنية في السين صعودا لكن عند المشاريع يتراجع في السين المشاريع تتراجع في الأجزان بثل فلوس استفاع عن أعيان بفلس ربما كانت صاعدة أثناء الجلسة وصلت تقريبا من 49 الامتياز بتراجع والمباني بسبع فلوس تراجعا مثل ذكرنا قبل شوية تجارية العقارية فلس وعشر الفلس الصناعات الوطنية نقف قليلا عند الصناعات الوطنية الصناعات الوطنية كانت أكثر شركات تراجعا في هذه الجلسة وتريام الجلسات الماضية وكان فيها ضغط بيع حتى في صالة اليوم إلى 207 معروضة أثناء الجلسة لكن تغير الحال وتغيرت الأمور وأدت إلى ارتفاعات جدا إيجابية ولحظنا قوة شرائية جيدة على الصناعات الوطنية حتى ذهبت إلى المنطرة الخضراء في نهاية الجلسة 210 بتداولات مليونين وثلاثين مئة تقريبا لذلك الصناعات الوطنية من الشركات الجيدة مشاهدين الكرام في هذه الجلسة نكمل معاكم ونشوف وضعية بقية الشركات القيادية الأخرى ونتمنى إن شاء الله نغطي جميع جوانب الشركات في هذه اللحظات نلاحظ كذلك الكابلات مشاهدين الكرام بنشاط واضح 5 فلوس السفن بتراجع 5 فلوس السفن ما تفاعلت مع الإدراج السفن بوبيانس كمايت فلسين جلتي تراجع فلسين زين بأربع فلوس وهيومن سوفت بخمس فلوس ألاف كوب فلس صعودا الجزيرة 23 فلس GFH تراجع بنصف فلس بنقواربا بفلس تراجعا ميزان بخمس فلوس تراجعا لميزان والمتكاملة بسبع فلوس تراجعا شمال الزور نلاحظ بيتك بيع مشاهدين الكرام في هذه اللحظات بيتك بيع في هذه اللحظات شمال الزور يستقر والبورصة بعد أن كانت متراجعة بقوة ارتدت بصورة إيجابية القانم نقف عندي القانم قليلا القانم من أفضل شركات تداولا في الأيام الماضية وصعود لا أحد حس فيها من مستوى الثمانيمة اليوم كانت تكون عن ثمانيمة واربعة وثمانين لذلك صعود القانم يعني صعود جدا إيجابي في الآون الأخيرة وننتظر الكريل ننتظر نتائج المالية وتوزيعات الأرباح لنوزع بتقريبة النصف الأول وزع تقريبا 24 نقدي ننتظر توزيعات النصف سنوية وفعلا التفاعل كان جدا ممتاز مع توزيعات السابقة إذلك لاحظنا مشاهدين الكرام هل تكون نفس التوزيعات أو أكثر خلال المرحلة القادمة وتداول اليوم حوالي مليون ثمانية وسبعين ونشاط مميز لهذه الشركة أما بقية شركات السوق الرئيسي فلا نلاحظ اليوم التجاري مستقر والأهلي مستقر والمتحد مستقر والخصوصية كانت نشطة كانت بـ 121 لكن أقفرت على 122 عقلة بالشركات كانت قفالاتها مخذلة أمانتين دلقان باستقرار العيد يتراجع ثلاث فلوس دلقان القصانع السوق اليوم مشاركة تروى قصانع السوق عمار بمشاهدين الكرام بإرتفاع إيفا بإرتفاع 16 الفلس الساحل والبيت على تراجع المركز المالي في لسين كميفك المتراجعة والأولى بتراجع واللاحظ كذلك كان يكون متراجعة في لسين لكن عندي الوطنية الدولية القابضة بثلاث فلوس ارتفاعا ويونيكاب بأربعة فلوس فاصلة أربعة الديرة 12 فلس وتراجع الصفات واكتتاب وصكوك فيما نور في المنطل الخضراء بفلس واحد والإماراتية المتراجعة مع آسيا وراسيات تستمر بالتراجعات كانت من أنشط الشركات فترة الماضية لكن في هذه الجلسة لاحظنا فيها التراجعات واضحة مشاهدين الكرام أما الاهلية التأمين اليوم في المنطل الخضراء وثاق والمتحدة الوطنية العقارية الوطنية العقارية اليوم 89.4 فلس فاصلة 6 الصالحية بتراجع 11 فلس أجيال العقارية بتراجع المصالح كذلك بارتفاع لكن العربية العقارية الإنماء إنجازات عيان العقارية العقارية جميحهم على تراجع لكن المزايا ترتد في هذه الجلسة وتجارة المدعومة بأرباح بأربعة نقدي ترتفع في هذه الجلسة وكذلك التعمير فيما استقارة أرجان ومنشآت ودبي الأولى مدينة العمال بعشر الفلس ومنازل المتراجعة فيما بورتند ورقية تهلاكية في هذه الجلسة بأربع فوص ربما كانت في صعود أثناء الجلسة وكذلك نلاحظ مشاهدين الكرام واربا كابيتل المتراجعة والتعليمية بأمية فلس تراجع على التعليمية قاعد نشوف صفقات كثيرة مشاهدين الكرام قاعد تمرني في هذه اللحظات البورصة دينارين وثمانية وسبعين وكذلك يعني زين خمسمية وسبعة وربعين وصفات أمية وثمانية صفقات كثيرة جدا في هذه اللحظات ومن تبقى لثواني مشاهدين الكرام لإقفال هذه الجلسة وطنية العقارية تسعة وثمانية فاصلة أربعة بوبيعام تكوماويات بيتك ثمانية وتسعة وسبعين بيتك هل هو مطلوب ولا معروف بيتك هو يعني تسكرنا في هذا ثمانية وتسعة وسبعين معروفة سبعة تلاف سهم فقط لا غير وستي سي خمسمية وتسعة وتسعين تجارية مستوى الأمية واثنين والتجارية من أنشط الشركات في هذه الجلسة بأربعة مليون سبعمية واربعة وثلاثين خلص سكرنا مشاهدين الكرام على سبعة وثلاثين مليون سبعمية واثنين وستين لكن نكمل معاكم بغية الشركات الأخرى في أسوق الرئيسي تنظيف بارتفاع مركز سلطان وعربي قابضة المتراجعين في هذه الجلسة وريدوا في أربع فلوس صعودا والأنظمة بثلاثلوث فاصلة واحد لكنها بسكو المعامل والتخصيص وبيت الطاقة وبتروغالف التخصيص أمس ارتفاعا ونلاحظوا مشتركة ومشاهدين الكرام باستقرار يوباك المتراجعة ولوقود بارتفاع حياتكم كذلك بتراجع لكن مبرد ومنتزهات في المنطقة الخضراء وكذلك المواشي في هذه الجلسة لكن عندي القابضة المصرية أول أمس كانت بتراجع يوم الخميس الأمس كانت بارتفاع اليوم تتراجع كذلك بأربع فلوس ونفس كذلك بتراجع مشاهدين الكرام ستي سي بتراجع ستة فلوس وجي تي سي عشر فلوس لكن نحن ممكن ما ذكرنا الجي اف اتش اللي اليوم ضمن النشاط الواضح لجي اف اتش يعني تراجع نصف فلس 11 مليون ومئة ثلاثة وسبعين الكل كان متوقع بالتوزيعات المجزية لجي اف اتش مشاهدين الكرام العائد كان جدا جيد على السعر الحالي لكن جي اف اتش تفاعل في جلسة الأمس اليوم تراجع بصورة واضحة بنصف فلس يعني ضغوط بيعية حدثت على هذا السهم 11 مليون ومئة ثلاثة وسبعين طبعا في شركات اليوم تألقت بصورة ايجابية ولحظنا فيها ارتفاعات جدا مميزة كأرزان من انشط الشركات مشاهدين الكرام تداولا ويقفل مطلوبا مليون وخواحد وخمسين تقريبا وكان في صفقات جدا ممتازة لامتياز بورغان كذلك مضم الشركات التي تراجعت بقوة لكن ارتدت في نهاية الجلسة لكن هو الوطني المتراجع بقوة تقريبا 20 نقطة والسوق العام 21 نقطة ونصف النقطة بسيولة نهائية 37 مليون 762 نعمل المشاهدين الكرام في جلسة الغد جلسة منتصف الأسبوع أن تتغير الأمور الأفضل ونشوف وضعية أكثر إيجابية ودخول مميز على كثير من الشركات ونعمل التوفيق للجميع وكل شكرا لك رائد ولمشاهدين الكرام شكرا لك وعبدالله أعطيك العافية ومشاهدين الكرام هكذا كان إغلاقنا لهذه الجلسة بدأنا بشكل إيجابي على الشركات القيادية نشاط واضح بعد ذلك تحولت وإشراء السوق من المنطقة الخضراء إلى المنطقة الحمراء في منتصف الجلسة ورأينا أيضا سيولة ضعيفة رغم ذلك رأينا نشاط واضح على بعض الشركات التي انتقلت إلى السوق الأول وكان لها نشاط واضح حيث تصدرت الارتفاعات في جلسة اليوم كأعيان وأرزان وكذلك أيضا بعض الشركات لكن أيضا رغم تحقيق مكاسب جديدة لسهم بيتك 879 كان 880 فلس إلا أنه أيضا احتل 11 مليون واستولى 11 مليون من سيولة السوق بشكل عام والبارغة 37 مليون لتداولات اليوم إذن مشاهدين الكرام جلسة ومتراجعة رغم أيضا حتى البيانات المالية الإيجابية لجي أف إتش وكذلك أيضا بعض الشركات لأن نرى سريعا ما تتراجع المؤشرات بعد منطقة خضراء آمنة إلى التراجعات وكذلك أيضا اللون الأحمر يعود مرة أخرى إلى المؤشرات دعونا نأخذ أبرز ملاحظات ضيفنا من نستوديوهاتنا في بورصة كويت الخبير في أسواق المال لأستاذ ميثم الشخص عن هذه الجلسة وأيضا جلسات هذا الأسبوع ولأسيما أيضا البيانات المالية السنوية لبعض الشركات النشطة اليوم حياك الله أستاذ ميثم ياهلا مرحبا فيك وتعليقك على أبرز ما جاء في هذه الجلسة حياك الله خيرا نمسي عليكم نمسي على السادة مشاهدية تلفزيون الكويت يمكن أرباح جلسة أمس خاصة في السوق الأول اليوم كلها قد ذهبت بالكامل يعني 26 أو 22.96 هي تراجعات مؤشر السوق الأول وهي كانت تقريبا مكاسب جلسة أمس تحديدا في الدقاق الأخيرة في مسألة الإغلاق بعد نهاية المزاد وفي الإغلاق تراجعت عدد من الأسهم خاصة أسهم مؤثرة مثل الوطني وبعض الأسهم الأخرى المتكاملة ميزان المشاريع كل هذه الأسهم تراجعت وضغطت على مؤشر السوق الأول مؤشر السوق الرئيسي خلال هذا الشهر انقلب من الإيجابية بعد إعلان S.T.C. عن نتائج أرباحها وكانت لها الفضل في ارتفاع المؤشر الخاص بالسوق الرئيسي في فترة من الفترات ولكن أودت الأسعار مرة أخرى إلى 600 فلسطة قريبا اليوم كسر الـ 6,599 فبالتالي هذا التراجع أدى إلى أن يكون هناك خسار كبيرة في مؤشر السوق الرئيسي تجاوزت خلال هذا الشهر 90.66 للمؤشر الرئيسي أما السوق الأول فلا يزال في منطقة المكاسب خلال هذا الشهر 114 نقطة هي مكاسب السوق الأول لذلك منذ بداية العام وحتى نهاية هذه الجلسة مؤشر السوق العام 44 نقطة هي مكاسب أقل من 1.6 للسوق المؤشر السوق العام المؤشر السوق الأول هو الذي كان وراء هذه الارتفاعات 84 نقطة هي مكاسب السوق الأول بـ 1% تقريبا 64 نقطة خسائر السوق الرئيسي السوق الرئيسي كانت دولاتها مميزة في شهر يناير الماضي ارتفاع على رغم من تباين أداء المؤشر السوق الأول المؤشر السوق الأول اقتبر الانخفاض في شهر يناير حتى وصل تقريبا إلى 4% تراجعات السوق الأول قبل أن يرتد ويسجل الارتفاعات البيانات المالية مثل ما أنت حضرتك ذكرت قبل شوية أن لها أثر مباشر في التداولات سلبا وإيجابا بعض الأسهم كانت إيجابية وسجلت ارتفاعات بعد الإعلان منها في السوق الأول بيتك على سبيل المثال وبعضها كان سلبي مثل SDC في السوق الرئيسي ممتاز أيضا على ذكر أيضا النمو وكذلك الأرباح والبيانات المالية الإيجابية هناك أيضا شركة البورصة يعني علنت عن نمو أرباح عام 2020 تفوق 13% تعليقك على صد هذه البيانات المالية على تداولات وأيضا عن المستويات السعلي اللي وصل له وهو منذ فترة على نفس المستوى هذا دينارين يصعد شوي ينزل لكن محافظ على هذه المستويات نعم طبعا بعد الترقية خلال السنوات الماضية كانت هناك تداولات كبيرة في البورصة الكويتية يعني أكثر من مرة شفنا 200 مليون دينار تقريبا في عام 22 يمكن يعني عزد بسيط من الجلسات اللي شفنا في تداولات نشطة مثلا جلسة بيتك أكثر من 200 مليون دينار 207 مليون دينار فقط كان على سنبيتك وبقية الأسهم كانت تداولات السوق كانت تقريبا 242 أذكر بعض الأحيان يكون هناك تداولات يعني متوسطة يمكن خاصة الربع الأخير تراجعت أحجام التداولات لماذا نتكلم عن أحجام التداولات وماذا علاقتها في شركة البورصة هي علاقة مباشرة المكاسب الرئيسية تأتي من ضمن العمولات التي تأخذها شركات الوساطة 29% من هذه العمولات تذهب إلى شركة البورصة 1% لشركة الكويتين المقاسة وطبعا 70% لشركات الوساطة لذلك شركة البورصة تعتمد اعتماد كل على حجم التداول كلما زاد حجم التداول كلما نتوقع أن يكون هناك نمو أفضل وأرباح أفضل لا أعتقد يعني أنا ممكن ما دخلت في تفاصيل البيانات المالية لشركة البورصة لكن شفت أرقام أعتقد بكل مصروفات كانت تراجعت نوعا ما خلال هذه الفترة لذلك أتوقع أن النمو يأتي نعم في إرادات بعض الأحيان تكون أقل لكن صافي الربح هو في النتيجة يعطي هذا النمو وأن هناك ارتفاع الربع الأول حتى الآن إذا ما قرننا في الربع الأول من عام 22 التداولات لا تزال مقاربة بعض الأحيان تميل إلى نعم 23 أفضل حالا لذلك بعد الإعلان عن الربع الأول أعتقد بأن السهم ممكن أن يتحرك ارتفاعا وانخفاضا على حسب النمو في هذه الأرباح هو يمكن أعلى سعر وصل دينارين 800 ودينارين 900 سؤال الأخير بدقيقة ونصة إذا قدرنا نختصر على أبرز الأسهم التي عاكس التيار اليوم أرزان وكذلك التجارية وأعيان تعليقك نعم طبعا هذه الأسهم خاصة هذه المرشحة إلى أن تذهب إلى السوق الأول لا بد أن تشهد حالة إيجابية من التداول أما بعض الأسهم للا علاقة في البيانات المالية توقع أن تجاري العقالية توقع أن لها علاقة في بيانات المالية وإعلان قادم إن شاء الله وبالتالي هذا التحرك أعتقد بأن ما وراءه هي الإعلان عن البيانات المالية السنوية مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك عوائد تأتي بشكل أو بآخر لهذه الشركات من شركات أخرى أعيان معروف تماما أنها عدلت من أوضاعها المالية نعم أترك العافية وكل الشكر لك الخبير في أسواق المال الأستاذ ميثم الشخص كنت معنا من استديهاتنا في بورصة الكويت شكرا جزيلا لك وكذلك أيضا الشكر لكم مشاهدي ومتابعي برنامج المؤشر يتجدد إن شاء الله اللقاء معكم في تداولات الغد إلى ذلك الحين يترككم في رعاية الله وحفظة ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة